السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم بأصدقاء الصغر تلمد المستوى السادس وغيرهم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتطرق فيه إلى طريقة رسم متوازي أضلاع وزاوية وإنشاء زاوية ومنصف لا استعدادا للامتحال الموحد الإقليمي الخاص بالرياضية بالنسبة للمستوى السادس بحيث أنه يمكن أن نجد هذه الأسئلة في التمرين مثلا تمرين على هذا الشكل أرسم متوازي أضلاع A-B-C-D بحيث A-B يزاو 5 سنتيمتر وB-C 3 سنتيمتر وB-C قياسها 55 درجة إذن باش ندير هذا الشكل هذا نحتاج إلى الأدوات الهندسية من مستعر ومزوات ومنقالة إذن باش نرسمه متوازي أضلاع غادي نبدأه بالضلع الأول اللي هو A-B طوله 5 سنتيمتر إذن يجب دائما احترام السؤال إذن سأبدأ بالضلع الأول قياس هو 5 سنتيمتر أخذ مسترة أخذ مسترة ثم أرسمه الضلعان يبدأ من الصفر إلى 5 وأضع النقطة A هنا والنقطة B هنا إذن هذه الخطوة الأولى أرسم ضلعان طوله 5 سنتيمتر وأضع في نهايته في النهاية اليمنى B وفي النهاية اليسرى A بعد ذلك سأعصم الزاوية بأس C يعني على النقطة A هنا على النقطة A خاصة ندير 55 درجة باستعمال المنقالة الخطوة المولية هي هذه إذن أخذ المنقالة ندير المركز المنقالة هنا نضع النقطة A وتدريجة باستعمال الصفر التدريجة باستعمال الصفر يعني هذه خاصة نضعها على هذا الضلع على هذا المستقل على هذا الشكل إذن المركز ديال مين قال هنا وتدريجة ديال الصفر على المين قال إذن غادي نبيين هاد النقطة مزيان النقطة ونحط عليها المركز ديال مين قال ثم تدريجة ديال الصفر خاصة يتجي على دك الضلع الآخر منين غا نحسب غا نحسب من هنا غا نحسب من البلاسة من هنا غادي نبدأ من البلاسة اللي فيها الصفر إذن صفر عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين خمسة أو خمسين جاتبين خمسين وستين غا ندير علامة هنا هنا في غا ندير العلامة ثم بعد ذلك أخذ مستارة وأضعه على هذا الشكل غا تبدأ من النقطة حتى هنا ثم غادي ندير في الطول اللي رات الضلع عادة ثلاثة سنتيمتر أعلش بالضبط ثلاثة سنتيمتر هنا حيث الضلع الآخر اللي غا نرسم هنا ببي سي اللي غا ديكون موازي لهذا خاص يكون فيه ثلاثة سنتيمتر إذن هذا الضلع عادة خاص يكون فيه ثلاثة سنتيمتر بالضبط إذن فيه ثلاثة سنتيمتر ثم أضعه علامة هنا هذا القوس هذا وغا نكتب حدا خمسة وخمسونة درجة كما هو مطلب مطلب في السؤال جيد الخطوة الموالية الآن ما هي الخطوة الموالية هي أن أبدأ برسمي المستقيم الموازي الأول للضلع عبه خاص نرسم مستقيم موازي لهذا عبه هذا إذن غالي نحتاج الميزوات ثم أقوم بي رسم مستقيم متعامد مع الضلع عبه هكا خاص نحط الحافة السوفلان تعلم الميزوات على الضلع ثم أرسمه مستقما على هذا الشكل مستقيم على هذا الشكل ثم أرسم المستقيم العموذي الأول أخذ الميزوات من جديد ثم أقربها وأضع الحافة السوفلاء الثاني على المستقيم على المستقيم المتعامد مع أبي وغاد نحاول أنني نجيب النشان مع هذه النقطة هذه ثم أرسمه على هذا الشكل أرسمه درجة هكذا ثم أقوم بتتميمه إلى هذا الجانب نحاول أنني نكمل لها الجانب نعم جيد إذن هاني قمت برسمي الضلع الأول الضلع الأول لموازل الضلع عبه الآن ماذا بقي إذن خاص نرسم درجة مستقيم موازل هذا الـ A D هذه النقطة D خاص نرسمه يكون موازل له ويدوز من نقطة B لذلك غادي نحاول ثاني نحتاج الميزوات خاص دائما لحافة الميزوات تجي على الضلع اللي بغي نديره ليه المتوازي المستقيم الموازل إذن وخاصني نشوف خاصني نحاول ما أمكن أن ذلك الضلع الثاني اللي غادي نرسم تجي النقطة B في الحافة ديال المصطرة فيه هكا نعم الان نحاول نقب المصطرة بجاوي، يعني ما نزل بما هو له نحاط الحافة السفلان تعلميه لمي قال على هذا الضلع هذا و النقطة B تجي تقيس الحافة التانية تعلميزوات وندير عفوا وندير هكا إذن هنه رسمت المستقيم المتعامل الأول مع الضلع عادي الآن سأجيب عود ثاني لحافة على المزوات نحطها هنا النقطة تأتي في الراس ونرسم مستقيم انطلاقا من النقطة وانا حصلت على المضلع بصدي متوازي أضلع حسب مواطياتي ثم بعد ذلك سننمسح هاد الشي هذا أنا ما عنديش ميمحات هنا إذا انتم غاتقوموا بمسح هادو غاتقوم بمسحوهم بالميمحات بجيبقى لكم الشكل السؤال الثاني الذي سنقوم بالإجابة عنه هو هذا أرسم زاوية قياسها 80 درجة وأنشئوا منصفا لا بمعنى أننا خاصة نرسم الزاوية قياسها 8 درجة وفي نفس الوقت سننشئوا منصفا لها إذن أول شيء سنقوم به هو أننا سنرسم ضلعا أصي ضلع أصي لا يهم كم هو طول لأنه نادرا ما تتم الإشارة إلى الطول أضلع الزاوية في الامتحان إذن هذه هي إذن النهاية دياله سننضر في A وهنا وهنا C مثلا C سنضع النقطة C هنا ثم الخطوة المولية هي المين قال كنوضع المركز تعلمين قال على النقطة A ثم هذا السطر هذا تعلمين قال كنحطه على السطر تعال الزاوية ولا تدريجة الصفر خاصة يتجي على هذا ضلع هذا ثم بعد ذلك بما أنه مطلوب مني أن يكون قياس الزاوية 80 درجة سنحسب من هنا من البرصة اللي فيها الصفر دائما إذن الخطوة الأولى دائما هي تدريجة على الصفر خاصة تحطوها على ذلك الضلع وفاش غا تجيو تحسبو باش تديروا الزاوية خاصة تديروا تبدأ الحساب من البرصة اللي فيها الصفر من تدريجة الصفر إذن صفر عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثماني إذن هنا فنجات إذن الزاوية هنا فنجات ثمانين هنا ها هي تدكروا دائما يجب وضع تدريجة على الصفر على ذلك الضلع ونبدأ الحساب من اللي اللي فيها الصفر ماشي من مئة ثم بعد ذلك أخذ مصطرة وأرسم هذا الضلع هكذا ونضع النقطة في أي مكان هنا ثم نضع هذا القوس ونكتب فيه ثمانين درجة حدا الآن لكي أرسم منصف لهذه الزاوية أحتاج إلى البركار أحتاج إلى البركار إذن نجي تحط هذا المصمار تعل البركار نكبر شعاع شوية إلى البركار نضع علامة هنا نضع علامة بلا ما نحرك البركار وبلا ما نغير في الشعاع نضع علامة فوق السطري الآخر هكذا ثم بعد ذلك نضع البركار نضع الراس على هذه النقطة هنا ثم نضع واحد القوس هنا نحاول نكبر شوية ثم نضع الراس البركار نضع هنا ثم نضع قوس بحيث أن القوس خاص متلا قو قوس يجوش خاص متلا قوف في واحد النقطة خاص متلا قو هنا نضع من هنا من هنا سنجل المنصف الزاوية ثم نضع مصطرة بحيث أن الحفة المصطرة خاص تكون فيها النقطة ثم النقطة الأخرى فالبرصة التي تلقوا فيها هذه الأقواص خاصة تجيب الحفة المصطرة من لها صاف وأرسم ثم أقوم بالرسم وأسمي النقطة حسب السؤال ثم بعد ذلك أمسح هذه الأقواص التي قمت برسمها في الأول إذن هذا كل ما يخص الفيديو تالي خاص برسم الزاوية وإنشاء منصف لها وكيفية إنشاء أو رسم متوازل أضلاء نتمنى أن الفيديو يعجبكم المرجو الاشتراك في القناة وشكرا